اشتركوا في القناة شلي خلاك تهتم بهالشكل وتصير خاله اقول لك ناصر جدا في هالموضوع وعب اعرف منك بعد قصة الرابطة شلون بدأت وشلون جات الفكرة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لما تروح الحج وتي فرحان وتكتشفنا معاك مرض وشخصونا لك وتأخذ كرتزون وترجع طبيعي اول شي بتقوله شنو ما يعرفون احنا هاي عيبنا كلنا هاي ما يعرفون هاي تعب المرض تعب الحج كبرو اعطوني كرتزون على الفاضي ارجع طبيعي بعد سنة ارجع لي المرض انا صاب اني ما راح للشلال يمكن اكثر من سبع مرات خلال الهباطعشرة سنة ماضية العامة اكثر من عشرين ثلاث وعشرين مرات صاب اني مالي بس مقطع كامل الخير في خلال السنة هذي لما رجع لك المرض ما كان في ولا شي وما خذت ولا علاج كان سلام لا طبعا ما بدت العلاجات الا السنة الثالثة بالمرض هاي اي نوع يعتبر يعتبر من اللي هو ريلافسين ريلافسين ما افترجم انت شون تكون ايه لا بسانحين سكندري انا حاليا سكندري اللي هو ينشط اللي هو يسمون النشط اللي هو يمر بمرحلة خمول بعدا ينشط بعدا يرجع خمول ايوه هذي اكثر الانواع شيوعا 85% انا حاليا سكندري بروغرس 50% يتحولون لسكندري بروغرس اينا وش زي ملكي الحمد لله نكمل بعدا قمت اقرأ ابحث عن ش السالفة ش الموضوع شنو الامة سهر ذا اللي سمعت من كم سنة بالفعل بحثت طبعا مواقع العربية ما لقيت فبحثت في المواقع الاجنبية دخلت على شركات الادوية طبعا ما في في المواقع الاجنبية منتديات في جمعيات مجتمع مدني تعمقت يعني لا تستغب لو اقول لك كنت اطبع كل المحتوى عبارة عن مجلد من 3000-4000 ورقة وقرأة كلها مع ترجمته بس عشان افهم انا شنو ما صار عندي كمية علم بديت تصديرها فتحت لي موقع عرب اقسام كنت خاطب نفسي في البداية محدي يعني كنت بروحك كنت بروحي وما كنت على تواصل مع اي احد ما كنت قدر اذا في كان مريض في الدوحة غيري ولا لا بهذا المرض انا كنت متوقع اني اتواصل مع العالم ما اتواصل مع اهل قطر عقب قاميون ناس من الكويت من السعودية من البحرين عقب ناس من قطر فقمت اخذ نفسي اخذ كرسيا قاعد عد قسم العصاب اتابع الناس بحركتهم اللي اشك فيهم اروح اتشجع واسلم عليهم اقول لهم اتعرف عليكم هل انتم معاكم ام اس تخيل عندي تسعين بالمئة كنت اصيب فيها اكون صائر فيها سبحان الله وكنت لي جميع جموعة قمنا سوينا باشن دي عقب قمنا نطالب المجتمع الجهات الحكومية بحقوق حق مرضى تصلب العصاب وضعنا مرضى تصلب العصاب اللي في قطر على الخيطة الدولية مع المنظمة الدولية الفدرالية الدولية للتصلب العصاب قمنا ننشر الفكرة خليجيا وبدأت تصير جمعيات مجتمع مدني في الخليج الحمد لله حين عندنا اتحاد خليجي لمرة تصلب العصاب نحتفل فيه بالاضافة لإحتفالنا السنوي مع اول مرة لمرة تصلب العصاب من اول موعدة لحد اليوم ما انقطعنا شنو الدعم؟ احنا معتمدين على شنو؟ على ارادتنا تفاعلنا عظيم هناك من ناس يعانون هناك من ناس ناس سقطوا في المرحلة هذه توفوا الله كاتب لهم هناك معاناة نعم هناك معاناة لكن هناك تعايش الكلمة تعايش السؤال بس باخذ منك و اروحك الدكتور غرام هناك الكثير من الناس تتسائل مرض تصلب هل هو مرض مميت؟ مميت لا ما اعتقد هو ممي مثل الكنسر بس صح ممكن يقلل نسبة الحياة الفاعلة مثلا اذا الواحد ما عالجه اللي هو نوعية الحياة اكتب اكتب نوعية الحياة ممكن تخفص اما كمرض قاتل لا خاصة انه بدت فيه علاجات يعني فيه انواع علاجية جديدة يعني يعني اساعا متكلم عن العلاجات كسر غرام شنو العلاجات اللي موجودة حاليا وبعدين بتشوف عبد العزيزة شخد من هالعلاجات هاي ونشوف رايا شنو اكثر شيء فادة وشنو اكثر الأشياء اللي ما فادته طبعا المراحل الاول في المرحلة القديمة ما كان فيه غير الابر يعني وكانت مزعجة الآن في الحبوب، الآن وصلنا لمرحلة أيضاً في بعض الأنواع من العلاج أو أنواع من العلاج تُعطى بس كل ست شهور فيه تُعطى كل سنة مثلاً وفيه تطور يعني مستمع إذا جينا لعلاج الكورتزون، اللي هو يكون وقت ما يحصل نشاط وتيجي أو انتكاسة للمرض في كثير من المرضى يخافون من موضوع الكورتزون بمجرد ما تقول لهم أنا أعطيكم كورتزون يدخل في حالة من الفوبيا ويقول لك لا ويخاف من الكورتزون شنو أهمية الكورتزون؟ وهل يحتاج يأخذ لفترة طويلة ولا لا؟ الكورتزون هو نوع من مطبطات المناعة عندنا مناعة فاعلة بشكل غير سليم، نريد أن نطبط المناعة إذا في إنسان عنده سبب مقنع مثلاً للخوف طبعاً فيه الـ ACTH المادة الثانية أيضاً ممكن تتفادعاً مدة طويلة لا طبعاً، فترة الحادة من الإصابة لخمس أيام فيه ناس حتى قالوا انزلوا على ثلاثة أيام يأخذها على أساس أنه نطبط الاستجابة للحادة الموجودة وبعدين يتوقف وبعدين؟ وبعدين والإميون موديوليتي اللي هي اللي بيقولونها الأدوية اللي تتعدل الاستجابة، مو تتطبط مثل الكانسر اللي تقتل المناعة، هذه اللي تتعدل إميون موديوليتي ريثرافي اتعدل استجابة المناعية هل نعتبرها علاجات فاعلة ونهائية للأمس؟ نهائية إلى الآن للأسوة، بس في أنواع جات الآن بس ما زال الوقت مبكر عليها أن نحكم عليها بس إلى الآن يعني واعدة واعدة عطت نتائج جيدة يعني أن تعطى مثلاً كل ستشورة أو كل سنة وعطت استجابات جيدة، طبعاً نحن دائماً لازم نتابع لا نستطيع أن نحكم علي العلاج إلا مثلاً يمر عليه فترة عشراء إلى عشرين سنة مثلاً حتى نحكم عليه حالياً ما أكثر أنواع العلاج رائجة أو أطباء العصاب قاعدين يستخدمونها وشافوا منها نتائج زينة عند المرضى إذا قلنا النتائج نرجع للغديم، الإبر الإبر كانت تعطيه استجابة جيدة وما زالت وفي دول كثيرة ما تقدر توفر في الدوحة مثلاً أن تعطيك الأدوية التي تأخذ بالفم أو الأدوية التي تعطى في كل ستشور القديمة ما زلت تعطيه بس استعمالها وطولة الأثار الجانبية هي للسبب أن صار الناس يصدون عنه يروحون لأشياء ثانية الأدوية الثانية هي الحبوب، صارت حبوب تأخذ يومياً والثالثة والأخير اللي قلتك عنه كل ستشور مرة واحدة يدخل المستشفى يأخذ الجرعاء أو خي كل سنة وخلاص ويتابع لبعد سنة ويشوفون النشاط هل لنوع المرض أو نوع الأم أس دعونا نقول تختلف استجابته مع الأدوية؟ طبعاً عندنا النوع اللي يسمونه اللي يبدأ من أول شيء خبيث اللي هو يكون من البداية متصاعد من البداية متصاعد لا يعطي مجال للمريض يبدأ يصيب فيه كذا ويطلع ويطلع ويزيد ويزيد هذولا طبعاً الاستجابات فيهم غير سليمة هذا لكم نسبتهم المصابين؟ 10% 10% وهذا اللي ممكن يوصلون لمرحلة الشلل مراحل الشلل ومراحل كذا إنه يصير مضاعفات وكذا ويعطون اسم أو صفة وسيئة للمس يعني لأن استجابتهم قليلة شوي ما تكون جيدة حتى هذولا فيه الآن الحمد لله فيه بدات علاجات كذا فيه بروميسينج بس ما زالت تحت الاستعمال يعني عبدالعزيز أنت من 2003 مصاب شون الأدوية اللي جربتها؟ كلهم شون أكثر شي طاح عليك؟ ولا واحد ولا واحد هل الأدوية لاحظت أنها فعلاً ساعدتك؟ دعنا نعطيك شوي تجربة مريض هاي اللي أنا بي ولا أدوية يعالج الأمس لو بتقارنهم مع الكورتزون لأن تروح الكورتزون أفضل من الأدوية الأدوية قاعد تخفف قوة الانتكاسة بنسبة 30 لـ 50 لـ 20 على حسب نوعية الجسم على حسب نوعية الإصابة على حسب قوة الانتكاسة في الأخير ما رح تحس فيها في دول شكل مصر مثلاً ما قدرين على الأدوية أو شكل عراق اللي هو منتشر فيهم أو شكل إحتى إيران منتشر فيهم المرض هذا ما قدرون على الأدوية هذه قيمتها عالية جداً فما يخذون ولا شي يخذون الكورتزون وقت الانتكاسة أعتذر منك دكتور أنا عندي بعد رؤية مختلفة أن الأبر حالياً الانترفيرون والربيف والأوفونيكس هذه كلهم العائلة الكريمة اللي بدأنا فيها اللي تخلي المريض يعاني معاناة كبيرة التغارير الأخيرة تثبت أنها ما تعمل أي حاجة لمريض الأم اسغر المعاناة يعني ما قاعد تطور أو تحمي الجسم الناس يمكن المستمعين خلنا نوضح لياها بشكل سلسة شوية أو سهل نشوف ناس تمشي نقول مساكين مناعتهم ضعيفة لو واحد كح مرضى لو واحد كح مرضى و صح؟ هل نشوفها في المجتمع صح نحن العكس المناعتنا قوية فكل الأدوية اللي نأخذها عشان تنزلها المناعة و زي لما تنزل المناعة مناعتكم مفرطة أيوة نحن عندنا قوة في المناعة طبعا كل شيء الله خلقه بقدر لا زايد ولا ناقص نحن زيادة عندنا قاعد تنقصنا والناقص يغونها له النقص هذا إن كنت قاعد تلعب في المناعة تلعب في المناعة نفسها الشيء الطبيعي قاعد تثبطه لازم يكون لسايد افكت الكرتزون لسايد افكت كثيرة أنا واحد يعني أخذ الكرتزون ولا أربعين مرة من دكاسات متعددة بتقول لي ما أثر بقول لك أنا هل متن اللي أنا فيه من الكرتزون علم المفاصل اللي أصحى فيه كل يوم من الكرتزون السقوط المفاجئ في القدم اللي ما يسمونه فوتو دروب هذا مش من الام اس هذا من تبعات الكرتزون وهي شاشة العظام من الكرتزون استساقط الشعر من الكرتزون الأمراض الجلدية اللي قاعدة تزيد من أدوية المناعة ومن الكرتزون هل إحنا مطاقين ناخذهم أيوة مجبر أخاك على بطل مطاقين ناخذهم شيء أكيد بالأيزة أنا يمكن ما بيعتعمق أكثر في الأمور الطبية لأن إحنا الهدف إن المجتمع يعرف إيش هو الأم اس لكن اللي وايد مهم عندي إن إحنا ننقل تجربتكم أنتو في تعايشكم مع هالمرض المزمن بس أنا ما رح أبتدي فيك رح أبتدي بزميل لك أنت تعتبر زميل نظال بالنسبة لك خلنشوف تقرير لأحد المصابين بمرض التسلب اللويحي معكم أخوكم عبدالله هالي الأنصاري أحد المصابين بنعمة الأمس ما بقولها شيثاني لكن بقولها هي نعمة أصبت وكتشفت حالتي أو شخص حالتي في سنة 93-94 لكن في سبقتها حالتين انتقاصات قبلها لكن في 93-94 أصابت للعين ضررت إلى مراجعة مستشفى حمد لكوني كنت أراجع للحساسية في العين لكن طبيب العيون قال أن العين ما فيها شي إذا فيه شي فسف بالعصب الداخلي فحولني على طول على دكتور الأعصاب الذي الزمني بالوقاف المستشفى جاءني الطبيب وقال لي أنه راح أقول لك شيء ممكن يحزنك فقلت إيش يعني راح يعزني فقال لي أنت مصاب كذا ممكن توصل لمرحض كذا قلت له أي شيء من الله فهو امتحان وهو رحمل وبدأت قصتي مع التصلب المتعدد إلى أن وصلت إلى الكرسي ما كنت أدري أنه أنا عندي في التصلب لدرجة أنه حتى كتبي في الجامعة كان حملها شوية وجدت فيه صعوبة لكن هذه المهاشرات هذه الناس اللي حواليه هم ينتبهون يعني أنا أدعو دائما أن الناس ينتبهون اللي حواليهم ويرقبونهم يعني هو يصيب كل جزء يصاب يترك له أثر لكن سرعة الاستجابة وحيخذ الدواء والعلاج يكون له نصيب كبير في نسبة الشفاء أو يعني أنا ترى أحملت البداية من اليمين وقلت عارض على طبيعي وعادي لكن طول معي هدين رحت للمركز الصحي وأخذت المقاويات لما أصبت في الجزء الأيسر على طول رحت لكن الأعراض في الجزء الأيمن ما زالت موجودة واضحة زوجتي رحت تتقبل حالتي ولا ما رحت تتقبل لكن الحمد لله تقبلتها جزاها الله خير مهما قلت لن ينصف هاي دائما تقول يا يعني أن اللي تنتظره أكبر هي بتتعب معاي لكن الله يجازيها بجزاء أوفة وأكبر أمد للعاية تحتى لما أنا أقولها تعبتك تقول لا أنت ما تعبتني أني أنا أنتظر شيء أكبر لا المرض أحزني في البداية ولا في النهاية لكن اللي أفرحني أني الله رزقني بولد كنت أتمنى رزقني الله إياه بعد أعناء زين والحمد لله هذا اللي فرحني لكن أني أحزني أنا ما أجد لا في المرض ولا حد من اللي حوالي ولا شيء يستاهل أن أحزن علي اللي راح روح واللي جاي جاي لكن ليش أحزن هذا الله كاتب عليك إن رضي يتبع الله يعني الله يعطيك شيء أكبر منه موسيقى موسيقى رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا التقرير المؤثر جدا عن ما بقول ما أنا عن النعمة مثل ما قال أخوي عبداللنصاري نعمة الأمس طبعا قبل أرجع لعبد العزيز تحية إجلال وتقدير لكل زوجة 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 ولي كل زوج يشاركون حياة أو يشاركون حياة مريض الأمس عبدالعزيز سمعت كلام عبدالله بدأ التقرير قال لنا أهي نعمة شلون أنا بك أنت كشخص مصالح ليش قال لنا أنهي نعمة أنا عن نفسي أقول لنا أجمل مصالح في حياتي الأمس صراحة والله إني ما ما جامل ولا أقولها بتفاعل نحن باللحون حياة تأخذنا في أمور كثيرة لكن ضربة من رب العالمين توقضنا للطريج الصح واحد راح الحج حج لله سبحانه وتعالى رجع صاب المراض شنو معناته ناس يقول لك انتقل عدوى ناس مراضتين يوم ورحت لهم هناك المعنى الأفضل والأعمق إن رب العالمين أهداك هدية تمسكك معاك لماذا تقابله تطهرك من جميع سيئاتك في حياتك كل مريض يمس يحس بها المرض يقربه من رب العالمين نحن قلنا المرض لا يقتل المرض لا يذبح دكتور عندما تتعب ما يفعل عادة تذهب البيت نوم تصحى لا يوجد شيء يعني قضاء يوم كامل من التعب ينتهي بنومه ونحن نحن كذلك ممكن نتعب بس تتكرار التعب هذا يصبح روتين في حياتنا أنت لو عندك منطقة في جسمك أو في يدك أو سملا عليك يعني في ريولك أو في أي مكان في جسمك في ألم استمر يوم يومياً ثلاثة يام بيكون مؤلم بس بعدها الجسم بيبتدي يتعلم بعد واحد وعشرين يوم بيصير شيء عادي في الجسم وموجود ألم بس أنت ما تفرق بينه وبين الشيء طبيعي لما يختفي هالألم أنت بتحس بتحس أنه في شيء غلط صار لكن فعلياً أنت ما عندك مشاكل أنت بتتعود فإحنا قضينا عشر خمسة عشر عشرين سنة مع المرض ولي قاعد نحاول ننقله ننقله حق حديثين التشخيص إنها ريلاكس كول داون في عندكم أشياء أساسية تسوونها لا تروحون على الخزعبلات هذه طب البديل الطب النبوي ما دي شنو ما دي شنو الخيال الجذعية كل كلام فاضي كل كلام فاضي لأن كلها تحت الدراسات مو بس تحت الدراسات أنت قلت كلمة جميلة جداً في البداية قلت أنه ما في حالتين من سيتشابهون صح ولا صح فليناسبك أنت كما يضمس لو فرضا أنت ما يضمس لا يناسبك لا يناسبني أنا قلت أننا دائماً نتساوي في النهايات حسنا هذه المجموعة لا يستطيع أن تذهب لكن كل واحد منهم نضغب في منطقة في عرج في سلك من أسلاك الأعصاب مختلف عن الآخر فالشيء طبيعي أن نختلف الغريب أنه لو تشابهنا صحيح نتشابه في النتيجة الأكثر والأقل لذلك لما ننقل خبراتنا لبعضنا نحتاج الخبرات نص عديدة لننقل يفيد واحد منهم بس أزاكم الله الخير دكتور غنام دكتور غنام دكتور غنام إذا كان في أي تعطيل مثلا من ناحية الاندماج في المجتمع أو الكفاءة بس اليوم أنت جبت لي مثال يعني سبحان الله من درجة النجاح ما أعتقد أن فيهم أي نقص يعني ما شاء الله عليهم ماشيين في الحياة بشكل جيد فإذا قارنناهم بالأمراض الثانية مثلا نشوفها في العصاب مثلا الإبيليبسي الصراع أو الأشياء هذه فيحتاجون كثير من المساعدات من التوجيه من كذا بس هنا ما شاء الله شايفهم يعني أن أعتقد يعني ما أقدر أجاوب السؤال هذا أن أقول يعني إيش ممكن نقدم لهم أو إيش ممكن نسوي لهم في المجتمع لأن ما شاء الله يبقين أن هم فاعلين وأكتف في المجتمع والله أنا لا أشوف أن هم فاعلين لأن أهم يبقون يكونون فاعلين أهم ما ينظرون لأنفسهم أن هم نقصين وهذه يمكن أحد الأسباب التي تخليهم فعلا قادرين أن أهم يكون ناس قد تكون وفعلا يصنفون من من دول يعاقة لكن أهم كاملين في عطائهم وفي إنجازاتهم وفي خدمة بلدهم ومجتمعهم على أطاري الواجب من المجتمع أنا طبعا اكتشفت أو عرفت أن في مجموعة من الطالبات في جامعة قطر عندهم مشروع تخرج مشروع أبداعيز أنت عندك خبر عن الموضوع مشروع التخرج يتكلم عن حملة خلونا ناخد اتصال على الهوى مع أحدى الطالبات المسؤولة عن حملة توعوية عن مرض التصل باللويحي ونقول السلام عليكم السلام عليكم السلام دكتور جاسم يا هلا مرحبا أختي تعرفيننا بنفسك وشنو تخصصك وشنو مشروع التخرج الحلو هاي اللي أنتو قاعدين تسويونا أولا يعطيكم ألف عافية على المجهود الواضح بالبرنامج فعلا برنامج مخيط للتوعية بالأمراض المحيطة فينا ونخفل عنها معاكم يا طالبة العنود الهاجري طالبة إعلام من قسم الاتصال الستراتيجي إحنا مجموعة أطلقنا حملة إعلامية تحت شعار الداء الخفي وهي حملة توعوية عن مرض التصل باللويحي المتعدد طيب شنو هدف الحملة هذي أولا إحنا ما نفكرنا بالحملة طبعا أهدافنا تكون أننا نتوجه بالحملة إلى أكبر جمهور يستفيدون من الحملة فالتوعية بهذا المرض يستقطب جميع الفئات المجتمعية والعمرية فهدفنا طبعا الكبير من الحملة اللي هو التوعية بالمرض خصوصا أن أعراض المرض قد لا تكون واضحة وهي السبب في اختيار أسم الداء الخفي للحملة فالتصالب الوحيد يتخفى خالف أعراض يعني ممكن حنتعرض لها يوميا لكن ما ننتبه أنها ممكن لا قدر الله تكون لمرض خطير نفصل عنه ونتهاون بعمل في خلصات زايد أختي العنود ممكن نصل لك سؤال لماذا اخترت هالمرض تحديدا طبعا بعد البحث يعني في أول فكرنا ممكن نواعي بالأمراض اللي واجب يتغاطرون عنها واللي ما نعرف عنها فشتنا المرض التصل بالوحيد يعني مرض يعني فيه ازدياد كبير في عدد المصابين في الدوحة والمشكلة أنه عدد كبير يعني عملنا استبيان وكتفنا من خلال الاستبيان أن عدد كبير من الأشخاص ما عندهم خايفية عن المرض مثل ما أنت عرفت في بداية الحلقة نعم فكان عندنا المهم أن نحن نواعي بهذا المرض حملتكم إن شاء الله متى رح تبدأ وين راح تكون إن شاء الله على حسب ما أنتم خططين حملتنا إن شاء الله راح تكون حاليا في الحرم الجامعي راح نرتب ندوة ندوة وهي تكون هدفها دمج المرضى بالمجتمع ورح نستضيف أكثر من دكتور في الندوة وطبعا راح نستضيف الأستاذ عبد العزيز الجابر وشرفنا حضور إن شاء الله في الندوة يستاهل بابراهيم طبعا إحنا دورنا كجهاز إعلام إحنا نشكركم وندعمكم كل الدعم في حملتكم هذه وندعم كل حملة أو كل مبادرة لتوعية المجتمع بالأمراض اللي موجودة أعزائي المشاهدين نطلع بريك أخير ونرجع مع ضيوفنا رجعنا لكم مع أجزاء المشاهدين وفي الجزئية الأخيرة الوقت طاف وما أحس أن فيه صراحة استمتع جدا ما أضيوفي لكن في الجزئية الأخيرة أنا باترك الكلام أنا ما راح أتكلم راح أترك الكلام كله حقو إبراهيم أخوي عبد العزيز شنو رسالتك للمجتمع الكلام اللي في قلبك أبيك تقوله هذه أولها أنا مطالب من المجتمع الشيء الكثير أنا أطلب أول شيء من مؤسسات الطبية خلنكم واقعيني شوية خصوصا من أسلس حمال الطبية أول شيء أشكرهم على الدعم المتواصل لنا ودعمهم في السنوات الأخيرة بالذات لمرضى تصال والأعصاب لكن ما زال مريض الأمس يعاني من يشخصنا مرضى أمس أنتو فمن باب أول أنا أجرح أنا أقصد في مسلس حمال الطبية أنا أقاعد يمك أنا أصاب فلما الشخصونا فإنحن تحولنا من أشخاص عاديين لأشخاص من ذوي الإعاقة لازم نعرف حقوقنا واجباتنا لازم هاي الشي ينقال حق المريض لازم المريض أصلا يحصل دعم نفسي إضافي مو بتقولنا تعالوا وحي الصحة النفسية لا إحنا لازم نحتاجين الناس يدعمونه نفسيا داخل العيادة أو يوصل لبيته لازم يعرفون أن يكون فيه وحي واقعي يعني لحد دحية مؤسس حمال الطبية لم تنتج أي كتاب عن مغطة صاد وعصاب وعندنا 500 وعلى فكرة إحنا ما عندنا 500 إحنا عندنا فوق الألف أنا ممكن أصدمك بهذا الشي عندنا فوق الألف مصاب في قطر لكن اللي مسجل عندهم فقط 500 بس بقطع كلامك ما أقطع كلامك اللي بالخير بلعجز أنت قلت الدعم النفسي وأنا أنا واحد من الناس أنسنا أنا طبيب أنا أعتقد الدعم النفسي ليس فقط للمريض حق أسرته حتى حق الأسرة عشان شدي الدعم النفسي في البيت وائد مهم طبعا بس مين بيعلمهم ش المطلوب مطلوب فيه ناس متخصصين مش قاعد يجربون متخصصين مش ناس ما يعرفون ش السالف لا متخصصين حتى لو يبناهم من دول قربية أو دول أوروبية أن يبهم نقول لهم علموا تيم عندنا وهل تيم يوصل للبيوت يقول للزوج إذا كان زوجة مصابة أو يقول للزوجة إذا كان زوجها مصاب يقول للأطفال للأب للأم المسكين اللي قاعد عايشها رعب عشان ظناها عشان ولدها للأصدقاء لجهة العمل أنا عرف كثير من المصابين مقدر يقولون حق جهة عملهم مصابين إنهم رح ينطردون من العمل إنها اللي قاعد يصير لنا في كثير للعلم بالشيء أزواج وزوجات من الطرافين أول ما يدون الطراف الآخر وصير بمرة تصار بالعصار رحوا المحكم أخلعه أو أخلعته للأطفال لحد الضحين مو بقدرين يفهمون ومن حقهم موش قادرين يفهمون إن نحن مقدرين نوصل لهم المعلومة إن الوعي المجتمعي بهل أنت رح أي دولة غربية قلوا أنا معي أمس في الشارع بس حق التي حق أي واحد في التي بوي في أي مكان يبرك أنعو شنو معنى الأمس ليش هل هو منهج هل هو مادة تدرس منهج لا بس في وعي مجتمعي إني نحن ما لدينا وعي مجتمعي هين نحي الأولى لنحي الثاني نحن نطالب الصاحب تفاهم لمراضنا يعني مريض الأمس ما يدى يمشي طول وقته بنامط معين والتقاعد المبكر مبحلة مريض الأمس هو من دولة عاقة فما في داعي أن يوحي جدد الاستيكر يا وزارة الداخلية كل ستة شهور لن يوحي لنا المرض إذا لحد الآن يعرفوا لنا الإعلاج وما يوحي لنا المرض وعندما يحولون على اللجنة الطبية واللجنة الطبية يقولون لا أنت ما في داعي أنك تأخذ الاستيكر ما أساس الطبية هاي دورها توضح للجهة الأمنية أننا نحن من دول العاقة فعلا وليس نظاهر في العملية نحن من نحن نسمون عاقات شاملة نحن مصنفين دوليا بهذا الشيء لأن أنت فعلا عندكم كل أنواع ممكن تكون بصرية ممكن تكون ذهنية ممكن تكون جسدية وتختلف من شخص إلى آخر من المتعب أننا نقاتل على هذا الموضوع وتعال اشرح وفهم حكل واحد مننا علمنا ممكن أن تقريب لك أشخاص مرضى أمس تشوفهم وقالهم لا يوجدهم شيء لكنهم يعانون من تتبعات المرض فهم شكلنا ناس وضعيات ناس وضعياتنا الشيء الثاني والمهم جدا أنت حين قلت لي أن أنا من ذوي العاقة صح؟ نزين يا مؤسسة الطبية شنو أكبر مشكلة عندنا في الدوحق مع ذوي العاقة أو مرضى تصل بالعصاب بالأمس الحر يعانون مننا فمحتاجهم مخفية من السيارة يقول لك لا ما في داع السوق نزل خذب 20% هو الشمس كله بحوراته ما يقدر استحملها فتعال ترشة وترشة وماذا يشينو؟ عشان تاخذ مخفي لفترة الصيف وبعد الفترة الصيف الشيئ لأزم ما يصير تماريض أمس صحيح بس ما يصير أنك تاخذ هاي وضع صحي نزين أنا مالوم الداخلية أنا ألوم المؤسسة الطبية ومالوم كيدكتور أنا ألوم المؤسسة الطبية كإدارة في الموضوع لازم يكون في مراسلات واضحة وصريحة حق الجهات المعنية جهات المعنية ليس جهات اختصاص الجهات الثانية عندي حالات تم تشغيصها عمرها أربع شهور وعندي حالة من أربع سنين تشغيصها عمرها عشر سنين وفي الكويت عندي حالة ستة شهور فعندنا حالات مبكية في الوضع هذا دكتور غنام أنت شرأيك إيش إحنا كمؤسسة أو خلينا نقول المؤسسات الصحية كيف تقدر تساعد مرضى التصلب لما نجي على مستوى أو المستوى المجتمعي بس تعليق على أن هذا بالنسبة للمخفية وهذا أنا شخصيا كتبت لأكتر من مريض تقرير خاص يعني ومباشر حتى ما قعدنا للطباعة وكتبنا بخط واضح وختمنا والتقرير بعثنا لهم يا أساس أنه يكون مخفي كامل لهم دائما إذا يلجئون يعني إحنا ما عندنا أي مانع ما أعتقد والمؤسسة ما رجعت لي قالت لي لا ما تسوي شيء أو كذا بس بالعكس واحد اثنين ثلاث فأقدر عدد أسماء يعني فرجاء ما يكون إذا فيه أي حاجة لو توصل لنا إحنا على طول نسويه كأفراد ويطلع التغيير بس ينرفض من الجهة الأمنية ما هذا السؤال إذا ينرفض من هناك إحنا ما فيه تنسيق ما فيه الجهات العليا إحنا نكتب فيه التقرير لابد أن يكون واضح نكتبه بلغة واضحة وجيدة حتى الشقيق المايغرين الصداع في بعض الناس عندهم الصداع اللي يكون للشمس حتى هلالناس نكتب لهم إذن إحنا خلي نقول أن إحنا نتمنى أن إحنا نشوف الجهات كلها مثل إحنا ما نشدنا في الحلقة اللي طافت وقلنا أنه لازم كل الجهات الأهل الأصدقاء المجتمع الجهات الحكومية تترابط لدعم خلي نقول المصابين بالتوحد أيضا نوجه نفس الرسالة لمجتمعنا لمؤسساتنا الحكومية لمؤسساتنا الخاصة حتى نحن لازم نتوحد أيضا لدعم مرضى التصلب اللي ويحي لأن إحنا حاليا في وقت الأمراض المزمنة خلي نقول الأمراض غير الانتقالية قاعدة تزيد السكر أمراض العصاب أمراض القلب فأعتقد كل فئة لها احتياجاتها الخاصة احنا يتهيأ لي كل مطلوب أننا احنا نوعي المجتمع المجتمع إن شاء الله راح يتحرك وفي نهاية حلقتنا اليوم أنا ما يسعني إلا أني أشكر دكتور طلام آدلي أقول لك ياك الله وأسعدنا بلقائك يا دكتور وببراهيم أخي عبدالعزيز أخو عزيز وغالي يا ببراهيم وشرفني حضورك وأنت دائما نظرة التفاؤل والابتسامة التفاؤل هذه اللي فيك والله يتخليني سعيد طول يوم الله يزاك خير الله يديم عليك الابتسامة ويديم عليك الصحة والخير والنعمة اللي أنت فيها الحمد لله و الله يجزاك ويقاجرك خير إن شاء الله عن كل ما صابك وكل ما يصيبك ان شاء الله أنت و جميع اللهم أمين مرضى أنه ومرضى المسلمين اللهم أمين إزائنا المشاهدين خلوكم معانا بسبوع الجاي حلقة جديدة موضوع جديد تسبحوني على خير وفرمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة